مرحبا وسهلا بكم في قناة مجيد فرقرانس لمراجعة وتقييم العطور لو اردت انا احتفظ فقط بثلاث عطور رخصة في الثمن او زهيدة في الثمن لفصل الصيف اكيد راح اختار اعطر اركاد نوار هذا التحفة انتجت من درجة بيرليس بالتحديد من البرند او اصدار عدنا بي اركاد نوار يأتي بتركيز اودو برفيوم ويحاكي عطر اربابورا من دار سوسبيرو اللي هي حاليا دار درجوف اذا هاد المحاكات لعطر اربابورا خلاته يكون عطر فاكهي واكيد راح يكون فيه مسك يلطف هاد الاجواء والشيء اللي يزاده جمالية هي لمسة اللاذر او لمسة الجلود في قاعدة هاد العطر اللي متل ما نعرف انه عطر لاربابورا يعني تحسوا فمنا تحسوا نسائي بعض الشيء لمسة الجلود دعطات ويعني لمسة يعني تخليه الرجل ايضا يقدروا يستمتعوا به لابعد حدود اركاد نوار من دار جي بيريس ثاني هاد العطور اللي ممكن نفضلها لفصل الصيف اللي هو عطر افون من دار الهمبرا العطر البديل اللي عطر شهير اللي عطر مالك العطور اللي غني عن تعريف عطر كريد افنتوس الشيء اللي جابه افون على غرار يعني كثير من بدائل لعطر الكريد افنتوس شفنا كلاب دونوي انتنس شفنا ارماف سوبرمالي 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 انتنس في كثير من عطر المحاكية ولكن الشي اللي لمسته في عطر افون هو اللمسة الدخانية للاناناس الموجودة في الافتتاح اللي خلتنا نذكره البتات القديمة لعطر الكريد افنتوس هذا الشيء اللي خلاه يكون يعني قريب بعد الشيء اكيد لو نحكي على الثبات والفوحان ممكن كلاب دونوي يتفوق من ناحية هذا الشيء ولكن كرائحة خلتنا نذكر البتات القديمة لعطر الكريد افنتوس ثالث هاد العطور اللي ننصح بها وبشدة ولو يخيروني يعني يكون عندي ثلاث عطور اكيد رح نختارهم واحد منهم وعطر ياس ايام دا كينك لو بيرفيوم من دار جي بيرليس احد العطور الجميلة اللي حاكت بصفة كبيرة جدا عطر بلدو شانيل نسخة البرفيوم لما نقول عطر بلدو شانيل اكيد عطر جوكر عطر ازرق يليق لكل مواسم لكل فصول لكل اوقات و لكل المناسبات يعني ثلاث عطور كلها عيد عطور تليق لفصل الصيف تليق للاستعمال اليومي سواء فترة النهار او بالليل ونصحكم بها وهذا هو خياري المفضل اذا خيروني لكي يعني انخلي فقط ثلاث عطور في مجموعتي نشوفكم في مجموعة اخرى او في حلقة اخرى